عجت منصة التواصل الاجتماعية في تونس برضو دفع قوية تجاه تصريحات لوزر الداخلية توفيق شرف الدين الموجة القوية من الانتقاد شاركت فيها شخصيات سياسية مدنية وحقوقية كما جمعيات ومنظمة بعضها اصدرت بيانا تنديديا وقعته حوالي 30 منظمة وجمعية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات النقابة الوطنية لصحافين تونسيين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والانجمعية الجمعية التونسية للدفاع عن الحرية الفرضية والمنظمة التونسية لمناهضة تعذيب ومنظمات اخرى الانتقادات انهالت من كل جانب على الوزير وسبب تصريحات له على هامش زيارة ميدانية الى بنغردان بمناسبة ذكر القضاء على تنظيم داعش بالمنطقة تصريحات اعتبرتها كثير من التغريدات تخوينية ومتسرحة وتحريدية الوزير صرح قائلا ان هناك رجال اعمال واعلاميون وسياسيون تونسيون كما نقابيون حسبه يتاجرون بالقيم وباع الوطن وانهم مرتزقة وكان واضحا انه يقصد المعارضين للرئيس قيس سعيد فانهالت عليه الانتقادات الغاضبة على منصات التواصل الكثير من التغريدات والتعليقات اعتبرت تصريحاته تنبع من نفس نسق الشعبوية للرئيس المنظمات والجمعيات التونسية في بيانها اعلنت رفضها للهجة التهديد الضمنية في تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين معتبرة انه يحاول اعادة تونس الى الزمن القمعي واكيدة تشبثها بتونس منجزات الثورة ورفضها لكل نقص قمعية